أعلنت وزارة الخارجية إدانة مصر العمل الإرهابي الغاشم الذي استهدف دورية لشرطة العراقية بمحافظة كاركوك والذي أصفر عن وقوة عدد من الشهداء والجرحة وتتقدم مصر بقالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب العراق الشقيق ولذوي الشهداء الأبطال متمنية الشفاء العاجل للمصابين وضفت الخارجية أن مصر تؤكد على تضامنها ودعمها الكامل لدولة العراق في مواجهة الإرهاب الغاشم مؤكدة انفقتها في أن مثل تلك الأعمال الخسيسة لن تزيد العراق الشقيق إلا إصرارا على ضحر الإرهابي وسط أصال جذوله